يعني هقفل مع حضرتك ملف الدوري مؤقتاً وهنروح لملف التحكيم وقبل بس مسأل حضرتك على التحكيم ورأيك في التحكيم بشكل عام في الدوري وبشكل خاص في مباراة الأهلي والبيراميدز هنروح لتقرير مع نقاطنا رياضيين ونسألهم في ملف التحكيم ونرجع نكمل لقاءنا الممتع جداً مع كابتن مصر ونادي الأهلي كابتن إشام حنفي تحكيم يعني فيه مشكلات مستمرة مثلاً فاتت فيه أزمات لسه ما تمش حلها فيه بعض العيوب الفنية من اللجنة الفنية اللي بتستخدم الحكام بمعنى يعني أنت المفروض أنت لما تيجي تختار حكم لازم الحكم ده ما ينفعش تخليه يحكم مثلاً أسبوعين متتاليين وفي سفاريه واحد حصلت في الدوري السنة دي كذا مرة بس مش كتيرة زي ما يعني زي ما ناس قالت حصلت كذا مرة المفروض اللجنة الفنية تراعي ده يعني فيه مثلاً محمود البنة حكم ماتشين في أسبوع واحد يعني ماتش مؤجل كان مسبوع السادس على ما ظنه كان بترجيت وحكم ماتش تاني في نفس الأسبوع لما كان متأجلة في نفس الأسبوع يعني محمود البنة حكم ماتشين في أسبوع واحد في جولة واحدة ده يدل على أن اللجنة الفنية مش شافة شغلها كويس مفروض اللاجلة الفنية تشوف شغلها كويس تدي كل واحد على قدر جهده وعلى قدر تمكنه يعني منفعش مثلا بص في الجدول ألاقي واحد واخد 11 مباراة مثلا محمد عادل وكمان جهاد جريش في أكتر من حكم واخد 10 11 مباراة و 12 مباراة وحكم واخد مباراة مبارتين 3 مبارايات لا شغل كله حكام عشان ما تعملش مشاكل عشان ما تقولش إن الحكم ده ملاك النادي فلاني وملاك النادي فلاني لما لقي قائمة دولية ما فيهاش محمد الحنفي اللي هو حكم ما تش قاله الزمالك اللي لجأت ليه لجأت محكم يبقى في حاجة غلط لما لقي واحد زي محمد الصباحي حكم السنة اللي فاتت 18 مباراة والسنة دي فيه حكم حكم حكمت 11 مباراة وهو مش موجود وهم موجودين يبقى في حاجة غلط لما لقي برهيم نور الدين بكل هذا الكام من الأخطاء التحكمية وفي النهاية وموجود في القائمة يبقى في حاجة غلط إذن إحنا قدام مجموعة من الأخطاء المتراكمة وما تعرفش مين السبب فيها مرة نقول أصلا كان جمال الغندور مش قادر يدير اللجنة ومرة نقول أصلا يا ده البلتاج مش قادر يدير اللجنة ومرة نقول أصلا يا صام فتاح مش قادر يدير اللجنة طب ما نجيب رأي تقم أجنبي بقى يدير لجنة الحكام طبعا حتى احنا في الملشاة العادية بقى نحتاج في كل ملشاة برامدز تقم حكام عرب وأن ده بروتكون وتحكنا عن الناس لا تحكيم المصري محتاج وقفة والوقفة دي مش هتبقى من لجنة الحكام ولا هتبقى من أي من الطام الموجودة حاليا أنت محتاج تغير جلدك أو تنسف حمامك القديم محتاج حد من بره يدير اللجنة دي حتى لو لجم كورة كبيرة سابق على فكرة من الموضوع مش محتاج خالص أن أنت تكون رجل فني بشكل واضح لا ممكن تدي دورات ومحاضرات ويكون في حد له سطوة ولو اسم كبير يدير اللجنة المشكلة أننا بس يعني بنحط عندنا عليها أكثر من اللازم ولو ركزنا شوية ما اللي بيحصل في الدوريات الأوروبية هنعرف أن التحكيم بتاعنا بخير مهما تكون لك أخطاء مهما تكون لك أخطاء في النهاية لأوا التحكيم بتاعنا بخير وبدليل أن معصر حكامنا بيحكمه في كل المباريات الأفريقية وبتربوا من الاتحاد الأفريقية لو أنا عايز أستحين بالحكام العرب أهلا وسهلا لكن أكثر على دولة معالة لا صعب ومنفعش لأن أنا في نهاية حقرر الأسماء أو على قل ممكن حكم تونسي يجيلي مرتين طيب ما خلاص بقى مننا وعلينا عايز التجربة أهلا وسهلا بيها بس هات بقى من السودان هات من تونس هات من الجزال هات من المغرب هات من أي دولة عربية وإحنا ما شاء الله أكثر من دولة عربية للأسف التحكيم في مصر السنة دي بيمروا بمرحلة يعني انعدام وزني بسبب الضغوط اللي بتعارض لها للحكام سوى من الأندية أو من لجنة الحكام نفسها برأس كابتن أصامة فتاح كنا متوسمين خيرا في بداية الموسم بعد ما عمل فترة إعداد كويسة في بورسعيد أنه نلاقي فيه اكتشاف مواب جديدة للحكام التحكيم هيبى فيه دعم هيبى فيه إصرار على أن تساند الحكم المصري لكن فجينا أن مع أول هزة أن بدأت الأمور في التحاد الكورة تبقى فيها انقسامات وكابتن أصال نفسه بيهدد بالاستقالته بالفترة الأخرى فبدأ يحصل فجوة من بين الحكام أن رئيس اللجنة المفروض يلافع عني بيهدد بالاستقالة كل شوية فبقى ستسهل بالنسبة للأندية فبدأ يتعرض الحكام لضغوط قبل كل المباراة وبذات المباراة الجماهرية فده بقى يساعد عليه من نوت جامل جدا فعشان كده بدأت أثر سواء قرارته من داخل مرعب أو من خلال لجة الحكام أنها مش قادلة لقرارات تجيب حق الحكام أن انت تعيد له هبتو تاني أن انت الحكام ده أهم أنصر في اللعبة لكن انت في مصر الأسف مش بيجينه حقه ودايماً بيتعرض النقدات في فترة أخيرة بشك يعني أنا صاحبان على حكام الله